بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن القرآن الكريم هو الميثاق الأعظم وهو الخطاب الإلهي الأفخم جعله الله عز وجل حبلا ممدودا بين السماء والأرض من أراد منا أن يكون موصولا بالله عز وجل موصوفا بالفهم عنه سبحانه وتعالى صانعا لكل خير وجمال فليقبل على القرآن الكريم تلاوة وفهما وتطبيقا الحق سبحانه وتعالى يذكر لنا بعض من صفات المؤمنين في مطلع سورة المؤمنون يقول عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات الكريمات نحن إذا تأمنا هذا النص القرآني الكريم وحاولنا أن نستخرج بعضا من الكنوز والأسرار التي امتلأ بها نجد أولا أن الله عز وجل بدأ الكلام بقوله قد أفلح المؤمنون وحرف قد كما قال بعض العلماء إذا دخل على الفعل الماضي أفاد تحقيق وقوع هذا الفعل وإذا دخل على الفعل المضارع أفاد تقليل تحقيق وقوع هذا الفعل كأن أقول مثلا قد نجح محمد قد هنا هذا الحرف دخل على الفعل الماضي نجح فأفاد تأكيد وقوع النجاح لمحمد وقع النجاح بالفعل أما إذا كل قد ينجح محمد فحرف قد دخل على الفعل المضارع أفاد تقليل التحقيق ربما ينجح وربما لا الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح دخل حرف قد على الفعل الماضي أفلح بما يؤكد وقوع الفلاح للمؤمنين قد أفلح كلمة أفلح مشتقة من الفلح والفلح هو شق الأرض كأن الله سبحانه وتعالى استعار لنا الفلاح من الفلاحة لأن الفلاح يعمل على حرث أرضه أولا أول خطوة يقوم بها أنه يقوم بحرث الأرض ما معنى أنه يقوم بحرث الأرض يعمل على إثارة التربة وإهاجة هذه التربة حتى يتخللها الهواء ومن ثم تصبح مهيئة لاستقبال البذرة التي ستغرس فيها ثم إنه بعد ذلك عند الإنبات يجد جذر هذا النبات مكانا يستطيع أن يمتد فيه وأن يخترقه وأن يمتص منه بما يقوي هذا النبات بخلاف إذا ألقيت البذور في أرض صماء لم يتم لها عملية الحرث الجذر هنا ربما لا يستطيع أن يخترق هذه التربة وربما لا يستطيع أن يمتد فيها وأن يمتص منها فإذا عملية حرث الأرض هي العملية الأولى التي يقوم بها الفلاح حتى يجعل التربة مهيئة لاستقبال البذرة ويكون الجذر مكانا يستطيع أن يمتد فيه وأن يخترقه وأن يمتص منه بما يقوي هذا النبات ثم إن الفلاح بعد ذلك يعمل على رعاية هذا النبات ويعمل على العناية به وعلى السقاية له حتى يصل إلى ما يربوه من هذا النبات وهو الثمار فكأن الله سبحانه وتعالى استعار لنا كل هذه المعاني ليبين لنا متى يتم الفلاح للمؤمنون إذا ذكرت الصفات التي بعد ذلك فمن اقترب من الله عز وجل ومن انتثلت فيه ومن تمثلت فيه هذه الصفات فقد ضمن الفلاح قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أولية الفلاح أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون ولم يكن ربنا الذين هم في صلاتهم مؤدون لأن أداء الصلاة أمر بديهي أداء الصلاة أمر لا يحتاج إلى أن نتحدث عنه لكن الله عز وجل هنا يتحدث عن جوهر الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون فالأصل لا مجرد الحركات والأقوال والأفعال دون خشوع وخضوع وانقياد بين يدي الله عز وجل الأصل ألا تنشغل بشيء سوى بهذه الدقائق اليسيرة التي تقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب مر على رجل يصلي وكان يعبث بلحيته فضرب يده وقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فالأصل هنا هو الخشوع في الصلاة كما يقول الوالد لولده أنصد جيدا إلى أستاذك واستمع إليه جيدا هو لا يقول له اذهب إلى المدرسة أو اذهب إلى الدرس هذا أمر بديهي وإنما يبحث عن الجوهر في هذا الدرس وهو أن يحصل الولد العلوم والمعارف من أستاذه فبدأ يحدث عن الإنصات وعن الاستماع لا عن أن يذهب كذلك الأمر الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم يقول ربنا صفة أخرى من المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون واللغو هو كل كلام ليس له فائدة كل كلام ليس منه فائدة وأنت إذا تأملت كتب المعاجم تستطيع أن تستخرج الكثير من المعاني التي تتعلق بمصطلح اللغو غير أننا نلخص لك كل هذا في جملة واحدة كل كلام ليس فيه ثواب من الله عز وجل فهو من اللغو كل كلام ليس عليه ثواب من الله عز وجل فهو من اللغو فاستثمر كل كلمة تخرج منك واعلم أن الكلمة التي تخرج إنما تكتمع فيها مجموعة من الجوارح تتكاتف فيها مجموعة من الجوارح هناك عقل يفكر وهناك ضمير ينبه وهناك أحبال صوتية تصنع الصوت وهناك هواء ينقل هذا الصوت وهناك عين ترى أثر هذا الصوت وهناك أذن تستمع إلى هذا الصوت فلك أن تتخيل هذه الجوارح كلها تكاتفت حتى تخرج هذه الكلمة فعليك أن تستثمر كل ما يصدر عنه حتى لا يكون من اللغو فاللغو هو كل كلام ليس عليه ثواب من الله عز وجل هذه بعض صفات المؤمنين كما ذكر ربنا في مطلع سورة المؤمنون نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يرب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم